السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتي مطبخ ايمان عاطف النهاردة هنعمل ان شاء الله خبز الشوفان المنفوخ في الطاصة ومن نفس مقدار الخليط هنطلع منه كريب وهقول لكم ازاي وهنطلع منه خبز منفوخ ده الخبز المنفوخ وهو ينفع يتعمل صندوت شايت وكمان هنعمل من نفس الخليط الكريب زي ما احنا شايفين مفروض وهش وينفع يتحشي بقى اي حشوات ويبقى كريب صحي ولذيذ تعالوا بقى مع بعض نشوف عملنا خبز الشوفان الخطير ده دي بس الاول لو لسه ما اشتركتش في قناتي اشتركوا فعالي اول جرس عشان يوصلك كل الاشعارات الجديدة وما تنسوش اللايك بقى يا بنات لو عجبكم الفيديو اول حاجة هجيب الخلاط كده هحط فيه كوب من الحليب وكمان بيضة كل ده هيكون بدرجة حرارة الغرفة هنضيف كمان معلقتين من بزور الكتين معلقتين كبار احنا مش هنعجن ولا اي حاجة الخليط هوريكو شكله مش هنحتاج بقى لعجن ولا فرد ايه دي اول معلقة من بزور الكتين وادي التانية بزور كتين دهبي زي دي او بزور كتين سودة بس يفضل دهبي عشان الخبز يبقى فاتح وده كوب من الشوفان السليم ما يكونش مطحون وضفت كمان معلقة صغيرة ملح وبعد ما ضربتهم بالشكل ده في الخلاط بعد ما طلعوا من الخلاط هيبقى الكوام بالشكل ده هضيف عليه كمان بعد ما ارتاح شوية هنبص نلاقيه تقيل كده فهضيف عليه كوب من الماء يعني سيبه يريح شوية وبعدين اضيف كوبية من الماء بعد كده هقلب بقى هنلاقي الخليط طبعا بقى خفيف خالص كده هو هنسيبه لما يتقل يرتاح شوية هيتقل شوية تاني بس مش هيتقل بالدرجة اللي شفناها من شوية هيتقل هوريكو ازاي هجيب بقى طاصة وهحطها على النار تسخد وهنزل على طول بالخليط شايفين بعدا ما العجين ارتاحت تقل شوية طبعا ما بقاش فيه فققيع وده اللي هيخلي الخبز ينتفخ معي انت لو اشتغلت بيه على طول مش هينتفخ معيك والخليط هيكون خفيف والعيش مش هيبقى لي وشه وضهر فاحنا عشان كده بنسيبه يرتاح انا دلوقتي معا لي النور تمام علي مش هيجي ناحيته خالص الا لما لقيه بس وبقى هيبدأ دلوقتي يعمل فققيع كده انقصرعت الفيديو في الكاميرا في الاخرانيين لكن هنا في اول ريف يعني سيبه علشان تشوفه الوقت طبعا هو بيبدأ كده ينتفخ انا مش هيجي ناحيته خالص غير لما احس ان هو خلاص هيفصل من الطاصة علشان ما بوصش الرجيف يعني انا لو جرحت الرجيف مش هينفخ معي فانا عايزة احتفظ بيه وشه ضهر وسولين عشان ينتفخ بسهولة هو الموضوع كله في التسوية يا بنيت وفي طريقة التعامل مع العجينة ان احنا بنسيبها الاول ترتاح مرة يعني نجيف عليها الكوبات مية ونسيبها ترتحتين بشوف كده بترفي الاسباتشولة كده هل هو هيفصل بشويش بالراحة مش هتعافى عليه عشان ما قطعهوش من النص عشان لو اتقطع انسي ان هو ينتفخ هسلكه كده بشويش بالراحة وهقلبه بأعلى الناحية التانية ووطي عليه يعني بعد ما نقلبه لازم نوطي عليه بالشكل ده يعني بصوا بالراحة خالص يعني تسلكه بالراحة اول ما هيفصل يبقى كده الناحية دي خدت لون اروح على البعا نحية التانية وموطيه ركزوا بقى في طريقة التسوية لان هي دي اللي هتخليه الخبز ينتفخ معاك هوطي عليه النار وهسيبه حوالي دقيقتين كده لما ياخد لون وقلبه تاني النار بقى هعليها شوية نخليها وسط كده يعني احنا بنتحكم في النار شوية نوطيها وشوية نعليها انا كده علتها شوية بقت وسط لو تلاحظوا بدأ ينفخه من ناحية فهوضغط على الاطراف بشويش كده علشان ايه اسمح للبخار ان هو ينفخ لي الرغيف اول ما بنلاقيه ان هو بدأ ينفخ من ناحية ابتدى اضغط على الناحية اللي فيها الهواء علشان يروح لبقية الرغيف وينفخه كله هنشوف دلوقتي طبعا النار دلوقتي علتها بقت وسط منعليهاش على الاخر عشان ظهر الرغيف ما يتحرقش احنا هنصبر عليه كده حوالي دقيقة او نصلا لقيه طلع كله هتشوفه دلوقتي انا كتبالكوط المقادير اه في اخر الفيديو او قبل الاخر بشوية يعني هتشوفوها دلوقتي شايفين هو بدأ يطلع هم تمام بصوا خلاص كده زي الفل بكله هو نفخ انا مش عايزة منه حاجة تاني اكتر من كده هقول لكم برضو ان احنا نطلع من الخليط ده كريب ازاي وفي اخر الفيديو هوريكو الكريب هنعمله ازاي لو عايزينه يبقى كريب خلاص كده انا اتطمنت انه هو كله اتنفخ ونقدر بقى نعمل منه بمنتهى سهولة نفتحه بيفتح معي ومستوي كويس من جوه ليه بقى مستوي كويس من جوه عشان انا وطيت عليه النار يستوي براحته اه في اول خطوة خالص لما ديرته على اول ناحية فهو كده استوى كويس من فوق ومن تحت ومن الداخل نعرفين طبعا انه شوفان بياخد وقت نعم بقى رجيف كمان نفس الشيء حطته في الطاصة استنت عليه وبيتنفخ كده اول ما بيتحط طاصة سخنة بعد كده هقلبه على الناحية التانية ووطي عليه واسيبه اوطي عليه واسيبه بعد كده اروح مضايرات تاني واضغط ضغطات بسيطة لحد لما ابصة لقيه من الاطراف خالص بدأ ينتفخ اضغط بقى على المناطق اللي على الاطراف اللي اتنفخيت عشان البخار يوصل للرغيف كله اهوه شايفين هو ده برضو كده خلاص شكرا اتنفخ وبقى لي وشه ودهر تعالوا بقى نشوف لو احنا عايزين نطلع من الخليط ده كريب هنعمل ايه طبعا انتو في الاول شوفتو في اول الفيديو لما انا زودت مية وما ريحتش الخليط مش هنريح بقى الخليط هناخده على طول بالشكل ده وهو قوام بتاعه سائل اه لما نكون عايزينه كريب يعني مش هنستنى نريحه ولا حاجة وهنروح فردينه كده السائل بتاع الخليط هيبقى خفيف طبعا مش هنسيبه يرتاح زي ما قلتلكم فالخليط هيبقى خفيف مش هيكون تقيد هنحطه في الطاصة وهنكبر بقى الكريب عشان نلفه بقى لو في حشوة ولا حاجة جبن وفراخ او حاجة او شاورمة فهنكبره كده بملو الطاصة وبرضو زي ما انتم شايفين بينتفخ رغم اني ما ريحتوش بس اهم حاجة تكون العجينة مش مرتاحة ويكون خفيفة يا بنيت عشان نطلع منه الكريب طبعا انا مش هممني ان هو يتنفخ ولا لا بس هو برضو تنفخ يعني انا مش عايزة يتنفخ اصلا لان هو كريب اه ولكن هو برضو هيبقى جميل وهيبقى خفيف قوي وهش يعني وغدتين بالكو في الكريب مش هنريح الخليط هنشتغل بيه على طول ولازم يكون الخليط خفيف هنقلبه بقى الناحية التانية عشان نمكبره طبعا الكريب فايه لما تيجي تقلي به لو هو ما استواش حلو من الناحية التحت هتقطع منك فخلي بالك اهو شايفين خفيف زي الريشة ده الكريب بقى نروح بقى ايه مضايرا على الناحية التانية اتطمن ان هو استوي هيستوي اسرع من الخبز لان الخليط خفيف طبعا زي ما قلتلكم وعشان انا ايه مش عايزة يتنفخ ولا حاجة مش هممني ان هو يتنفخ رو مثالك هو تنفخ برضو اه ده الكريب اللي نقدر ان احنا بقى ايه نحشي بقى جبا نحشي شاورمة نحشي نحما مقفرون ماء ممكن موز وكراميل صحي اه لو كريب حلو يعني يعني انتو بقى الحشوات اللي ايه اللي تعجبكم وبتحبوها في نفس الوقت انا يعني الخليط لما هو خفيف كده بتروحي فردية على الطاصة كلها بسهولة عشان تكبريها بالشكل ده شايفين جميلة ازاي ممكن برضو ده يعني تستخدمون هو يكون خبز يعني الشرط يبقى كريب ممكن كمان تغمسوا بيه اي حاجة طعمه حلو جدا الحقيقة انا ما ضفتش اي موناكهات ولا فلفل اسود ولا بصل بودرة ولا اي حاجة ولا زعتر ولا كركم بس هو ما كانش زفر الحمد لله خالص انا ما ضفتش اي موناكهات انتو عاوزين تضيفو براحة كوب ان هي بيضة واحدة مش عاملة تأثير يعني مش عاملة طعم وحش ولا حاجة وما ضفتش طبعا لو تاخدوا بالكو ما ضفتش بيكنج بودر ولا خميرة هو ما شاء الله اه بيضة بس دي كفاية لو عايزين تبدلو كوب الحليب بمية يبقى كباتين مية بدل كوبات حليب بكوبات مية ما فيش مشكلة خلاص كنا انا طمنت ان هو استوى آآ بضغط عليه كده علشان اطمن هو يستوي كويس قوي من جوه برضو بيتنفخ يعني يا شو رغم ان انا يعني هو كرب مش ضروري يتنفخ معي ورغم زلك برضو آآ بيتنفخ عرفتوا بقى تكنيك التسوية ان انا اطلع آآ خبز منفوخ وبين ان انا اطلع كريب آآ هو ده ايه التكنيك اللي انا بقول لكم عليه لو عايزين ده او عايزين ده انتو بتتحكموا في الخليط نفسه دلوقتي المقدير بقى هتظهر قدامكم على الشاشة تقدروا تغضوها سكرين شوت ومستنية تطبيقاتكم طبعا على صفحتي على الفيسبوك مطبخ ايمان عاطف آآ بعتولي على الرسائل صور تطبيقاتكم بتفرحني جدا شايفين جميل ازاي الكريب رائع وقادي المقادير اهيت قدامكم وده الكريب اهو قدر نلفه كزا لفه ونحشي حشوات كتير وده الخبز اللي تنفه تنسوش اللايك يا بنات وشايروا الفيديو لاصحبكو احنا ما عجلناش كله كان في الخلاط ولا عجلنا ولا فرادنا ولا الطعمة اشوفكو على خير ان شاء الله بقى في فيديوهات جديدة قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته